الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طار خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلها من يرى في المنام أن الماعز تعضه والله أعلى وأعلم علامة على الخلافات الكثيرة التي تحدث لصاحب الرؤية بينه وبين أهله الأيام القدمة والله أعلم إذا رأى الإنسان أن الماعز يعضه في بيته علامة على مشاكل كثيرة مع زوجته والله أعلم حلم الرجل أن هناك معز يعضه في المنام علامة على خلافات كثيرة مع شركه في العمل والله أعلم الماعز تعض الإنسان في المنام علامة على التوبيخ والإهنات التي يتعرض إليها صاحب الرؤية قريبا والله أعلم إذا رأى الحالم أن الماعز تعضه في المنام علامة على المشاكل التي لا تنتهي الأيام القدمة والأزية الكثيرة والله أعلم من يرى في المنام أن هناك معز تلد علامة على زوال الهموم في الحياة رؤية الماعز تلد في المنام علامة على سماع أخبار سعيدة قادمة رؤية ماعز تلد في المنام علامة على كسرة الأموال والخيرات الفترة القادمة لصاحب الرؤية رؤية الماعز تلد في المنام علامة على الفرج القريب والرزق الواسع والله أعلم من يرى في المنام وجود ماعز أعلى الجبال علامة على الطموحات التي يصل إليها صاحب الرؤية الأيام القدمة رؤية الماعز في الطريق في المنام علامة على الرزق الواسع والكسب الكبير القادم لصاحب الرؤية الأيام القادمة رؤية الماعز يتسلق الأشجار في المنام علامة على الخير لصاحب الرؤية والله أعلم ومن يرى في الحلم أن هناك ماعز تقطع الطريق علامة على استقراره في حياته والنجاحات التي يحققها صاحب الرؤية الأيام القادمة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم